لا أعتقد أن الولايات المتحدة لها يد في هجوم موسكو نعم أشعر بالأمان في أمريكا هذا لا يعني أن الأمور لا يمكن أن تكون أفضل لكنني أشعر بالأمان هنا لا أشعر أننا سنتعرض لهجوم من روسيا مرحبا اسمي أرون فليتشر نعم أعتقد أننا في أمان لقد كنا دائما بلدا آمنا ومستعدا ليس هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لنكون أكثر استعدادا نحن مستعدون دائما كدولة قوية دائما ستكون هناك اتهامات من دول أخرى لجرنا إلى شيء قد لا نحتاج بالضرورة إلى التدخل فيه وإذا كنا أقوياء في تصميمنا فسوف ننتصر ونستمر كدولة وأمة قوية كما نحن الآن اسمي جيف سميث أنا من فينيكس هل أشعر بأمان أكبر الآن مما كنت أشعر به في عهد ترامب؟ قطعا بكل تأكيد أنا ماري سميث وأشعر بأمان أكبر في عهد جو بايدن مقارنة بعهد الرئيس ترامب لكن الأمور بحاجة إلى التغيير هناك قلة إحساس بالأمن لكنني أعتقد أن الأمور تحت سيطرة الرئيس بايدن ترجمة نانسي قنقر